حرف الباء يرحل عن حروف الهجاء هذا هو بيت حروف الهجاء اللغة العربية في أحد الأيام كان حرف الباء يمارس هوايته المفضلة وهي القراءة وفي ذلك اليوم قرأ حكاية المزارع فقرأ كان يا مكان في قديم الزمان رجل قوي يملك مزرعة وقد ورثها عن والده قضب حرف الباء لأنه لاحظ عدم استخدامه بكثرة كحرف باللغة العربية مقارنة بزملائه من الحروف وهنا أحس حرف الباء بأنه يقل عن بقية الحروف العربية أهمية فقرر ترك بيت الحروف العربية والرحيل ليكون جزء من مجموعة أخرى تعطيه أكثر اهتماما ذهب حرف الباء إلى بيت الحروف الانجليزية وقرر الانضمام إليهم ولكنه لم يجد لانضمام لهم أي فائدة فهو حرف للغة العربية ولا يمكن استخدامه في اللغة الانجليزية بعدها قام حرف الباء بزيارة لبيت الألوان ولكنه لم يجد أي قيمة لانضمامه لمجموعة الألوان فهو حرف للغة العربية وليس له أي فائدة بين الألوان وفي النهاية ذهب حرف الباء إلى بيت الأشكال الهندسية ولكن سرعان وصوله أدرك أنه عديم الفائدة بينهم فهو حرف من حروف اللغة العربية وليس له أي فائدة بين الأشكال الهندسية هنا احتار حرف الباء في أمره فقد كان يطمح بأن ينضم لمجموعة يكون أكثر فائدة فيها وهامية ولكنه ليس بمقدوره بأن يجد تلك المجموعة التي يتمناها بينما كان حرف الباء يسير وهو يفكر بحيرة وإذا به يمر بجانب مكتبة لبيع الكتب ابتسم حرف الباء وراد أن يشتري كتابا حتى يقرأه ليحسن من مزاجه المتعكر اختار حرف الباء كتابا من بين الكتب لمعاينته قبل أن يشتريه وكانت هذه الكتب قد تم طباعتها بعد رحيله عن بيت حروف الهجاء فصدم عندما قرأ هنا أدرك حرف الباء ماذا كانت نتيجة رحيله عن حروف الهجاء فقد أصبحت اللقاء العربية صعبة الإدراك والفهم كما أنه استنتج بأنه رقم صقر دوره ولكنه ذات فائدة وأهمية وليس الحروف الهجاء قناع عنه فقرر وبكل عزيمة أن يعود إلى منزل حروف الهجاء عاد حرف الباء إلى المنزل الذي ينتمي إليه وهو بكامل سعادته لأنه أدرك مكانته بين زمالائه من حروف اللقاء العربية ومنذ ذلك اليوم ولم يقم حرف الباء بالتساؤل والتذمر من مقدار فائدته وأهميته النهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر